لا يوجد دولة في العالم كل حدودها عبارة عن ساحة حروب إلا مصر إذا كنت لا ترى خيوط المؤامرة على الدولة المصرية اليوم لحصارها في أخطر تهديد وجودي يواجهها في التاريخ فقد وقعت في دائرة الجهل وسقط حقك فالحديث في الشأن العام أما إذا تاجرت بأذمة صنعها العدو لحصارنا لنرضخ فقد وقعت في دائرة الخيانة لمصر العدو اليوم يستهدف الشعوب أكثر مما يستهدف الجنود وإن لم نكن كلنا جنود نحمي بلدنا وندافع عنها وننصر الحق على الباطل مهما كثر الباطل وفكرنا في أنفسنا أو في رأي الآخرين سنكون جنود فجيش عدونا دون أن نشعر وننفذ إجندته ونحقق أهدافه عدونا اليوم ليس المدفع والدبابة ولكنه الجهل والغضب والحرب ليست حرب جيوش ولكن حرب عقول ووعيد لابد أن نقف بجوار وطننا الغالي ونحافظ عليه من كل معتدي وتحيا مصر دائما وأبدا